هذه بصراحة مثار شكوك كبيرة أرجع وياك إلى عرض النتائج سيد ليس العزيز وجمهورنا الكريم عرض النتائج مثل كل مرة كان يفترض يطلع عضاء مجلس المفوضين ويذيعون أنه فلان محافظة بها الفائزين فلان 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 والآخرين للإحتياط الأول فلان والخاسرين كذا كذا وفق هذه الأرقام وفق هذه المعطيات هذا هو إعلان النتائج وهذا هو اللي كان متفق عليه حتى مع الشركة الفاحصة ليش؟ لأنه هذه حاسبة فريك اللي هي حاسبة عرض للنتائج اللي يتحدث البعض من المفوضية على أنها مجرد حاسبة تعرض النتائج تبين بأنها فيها سيرفرات تعالج وتعرض النتائج وهذه قضية خطرة جداً عندما يكون هناك جزء مهم يصل إلى الجمهور ليعرض النتائج وهو خارج النظام الإلكتروني أنا الآن أطالب المفوضية بإثبات أن هذه الحاسبة لم تكن من الممثلة الأممية جيني نبلاس خارت بالتعاون مع الفريق الفني الموجود بالمفوضية لدينا معلومة دقيقة مبنية على أن في تقرير الشركة الفاحصة هذا التقرير هذا التقرير يؤكد بشكل قاطع هذه الورقة أرجو من الأخي المصور أن يعرضها الزميل المخرج هذه الورقة تثبت بأن حاسبة فريق التي شاهدها الجمهور والتي عرضت النتائج خارج النظام الإلكتروني وغير مفحوصة من الشركة الفاحصة وإنها ليست فقط شاشة عرض نتائج وإنما سيرفر معالجة وسيرفر لعرض النتائج أعطته بناء على تقرير الشركة الفاحصة تقول هكذا تقول طرحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مفهوم العرض الرقمي لنتائج التصويت قبل أسابيع فقط من الانتخابات البرلمانية وتعاونت بعثة الأمم مع مهندسي برمجيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتصميم C-1000 اللي هي حاسبة فريق وهي غير خاضعة للفحص ولم تزود الشركة الفاحصة في تقريرها تقول طالبنا لمرات عديدة من المفوضية أن تمنحنا الإمكانية لفحص هذه هذا الجزء الخطير من النظام الإلكتروني هذا موجود بالتقرير ذاكرة أنا أتحدث عن تقرير هذا الملخص والتقرير طويل ومفصل في هذا الجانب رفضت المفوضية؟ المفوضية لم تجيب الشركة الفاحصة وهذه موجودة تواريخ في التقرير تواريخ ومراسلات من المفوضية من الشركة الفاحصة لمفوضية الانتخابات للمطالبة بفحص هذا المدخل الجديد والأخوة المختصين بهذا المجال يعرفون أنه نظام الإلكتروني إذا أدخل عليه شيء جديد يجب أن يكون له دور في النظام الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر